تحية وسلام لكم شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير أنا فرحان فعلاً أقدر نشارك من كلمة الرب وياكم هاليوم رح نأخذ سؤال كثير صعب لكن نحاول فعلاً من خلال قراءة الكتاب المقدس نقدر نشوف جزء من الجواب الشامل لهذا السؤال السؤال هو ليش الله خلق الإنسان؟ سؤال مسهل أبداً لكن خلينا نقرأ من الكتاب المقدس بسفر التكوين وصاحة الثانية والعدد الخمسة عشر مكتوب بهالبساطة وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها شاء الله آدم وخلى بجنة عدن يسويها ويشتغل بيها والله خلق آدم من تراب الأرض وخلىه في مكان مخصص إله جنة عدن السؤال ليش الله خلق الإنسان؟ معقولة على موت الله يجرب الإنسان؟ أو على موت الإنسان يتعذب؟ أو على موت يعبد الإنسان الله؟ الجواب مثل ما قلت مو سهل أبداً على هذا السؤال لكن أكيد الأجوبة كلها غلط اللي اقترحتها الله ما خلق الإنسان لا على موت يعذبه ولا على موت يختبره ولا على موت يعبده الجواب من الآية اللي دنشوفها بين الله خلى الإنسان في جنة عدن لكي ما يعملها يشتغل بيها ويحفظها ويحرصها ويكون بعلاقة مع الله كل شخص عند احتياج أن يكون منتج ومثمر في حياته الرب أنطى لآدم وأنطى لكل البشرية هذا الاحتياج وأنطى المسؤولية على الأرض والاهتمام بها وهالمسؤولية موجودة على عتقنا هاليوم همنا أن نعمل ونهتم بالعالم من أي شر وتلف ولهذا احنا فعلا مسؤولين على العالم اللي الله منطينا إياه دورك ودوري مهم جدا أنه نهتم باللي حولينا بالمجتمع اللي احنا عاشين به بالعالم بالخليقة اللي الله خلقها ولهذا السبب الله عنده خطة لك خلينا نصلي إذا أنت فعلا بتعاني أو هامل العالم اللي حوليك أنه ممكن التوب فعلا وتحاول تهتم باللي حوليك والناس اللي حوليك يا رب أشكرك فعلا من أجل الاحتياج اللي موجود بيا وأيضا من أجل الثقة اللي عندك بيا وانطيتني هالمسؤولية أنه فعلا أحفظ وأحرص على الأرض أحفظ وأحرص على اللي حولي ساعدني يا رب أنه فعلا أكون منتج أكثر أكون فعال أكثر بالحماية على المجتمع والعالم والأرض اللي أنت خليتني بها أشكرك يا رب لأن أنت مهتم فعلا بالعالم اللي احنا عايشين به وتريدني أن أكون اللي يدور مهم بهالعالم بإسم المسيح يسوء وصلي أمين أمين روح أهتم بالعالم اللي حوليك الرب معاك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر